تنفيذا لأمر سمول العهد رئيس مجلس الوزراء أكدت سعادة السيدة أمنة بنت أحمد رميح وزيرة الإسكان والتغطية العمراني بأن الوزارة شرعت باتخاذ إجراءات التطبيق الفعلي والفوري لتنفيذ أمر سموه وذلك من خلال سداد رسوم التسجيل العقاري وذلك في حدود قيمة التمويل التسهيل التي يحصل عليها المواطنون من البنوك الممولة مشيرة إلى أن هذا الأمر من شأنه تعزيز المميزات والتسهيلات التي يوفرها البرنامج للمواطنين للحصول على السكن وأشادت الوزيرة بأمر سموه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتكفل الوزارة بدفع رسوم التسجيل لجهاز المساحة والتسجيل العقاري نيابة عن المواطنين أسوة بالمنتفعين من تمويل تسهيل عن طريق بنك الإسكان مشيرة إلى أن الوزارة ستعمل على تخصيص ميزانية لتحمل تكاليف رسوم التسجيل العقاري كدعم إضافي للمستفيدين من البرنامج لأي غرض من الأغراض المحددة في نظام الإسكان وأفادت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني بأن هذا القرار سيسهم في تعظيم استفادة المواطنين من قيمة التمويلات الممنوحة لهم عبر برنامج تسهيل وتنويع الخيارات أمام المواطنين مضيفة أن هذه الخطوة تعزز جهود ومساعي الوزارة لصياغة حلول إسكانية مبتكرة تضمن الإسراع في وطيرة الإنجاز عبر تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ترجمة نانسي قنقر